هنأ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الأطحى المبارك وذكرى ثورة الثلاثين من يونيو من عام 2013 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم بعد أيام قليلة تهل علينا ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو سنة 2013 التي خرجت فيها جميع الشعب المصري لسعادة الوطن من برافن جماعة داغية ظنوا أنهم اختطفوه فخرج الشعب عليهم لينقذ مصر من شفا هاوية الصراع الأهلي والطائفي الذي زرعوا بدوره وأشعروا فتيله فأفشل الشعب خططهم وحطم آمالهم ودحر إرهابهم ونالوا وبال أمرهم فبفضل شجاعة وبطولة قوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل وفي نفس الوقت صارع الشعب خطاه لبناء الدولة بتتبوأ مكانها اللايق بها وتوفر لأبناء فرص العيش الملائم والحياة الكريمة خلف قياداته الحكيمة التي وضعت شعبها نصب عيونها ومصلحة الوطن فوق كل اهتبار شكرا للمشاهدة